بحث وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد بالعاصمة عدن مع الأمينة العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو والوفد المرافق له الذي يزور اليمن ولأول مرة جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين وتطرق الاجتماع نتائج أثار مترتبات هجمات الميليشي الحوتي على السفنة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن وانعكاساتها السلبية وكذا ارتفاع رسوم التأمين وأجور الشحن البحري إضافة إلى التحديات والصعوبات التي تواجه النقل البحري هذا وأشار وزير النقل إلى أهمية الزيار التي تأتي في ضو الموقع الاستراتيجي لليمن كونها تطل على مجموعة من البحار والمحيطات والممرات المائية وإلى ذلك قام وزير النقل والمسؤول الأممي بتفقد مبنى الهيئة العامة للشؤون البحرية مطلعين على سير العمل والأنشطة والاحتياجات لتطوير الأداء وكذا المهام الموكلة للمركز الإقليمي لتبادل المعلومات الأمنية البحرية التابعة للهيئة ترجمة نانسي قنقر